الرئيس سيسي ونظره الفلسطيني يطالباني المجتمع الدولي بالعمل على تسوية القضية الفلسطينية ويجدداني رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين العدوان الإسرائيلية يتواصل اليوم الرابع وتسعين في أنحاء قطاع غزة وبلانكين يواصل جولته بالمنطقة لمنع التسعي رقعة الصراع بوليفيا تعلن تأييدها للدعوة المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومتظاهرون يغلقون مدخل الكنسة للمطالبة بانتخابات إسرائيلية مبكرة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جريناتس نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعى بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض رئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإسلاق النار في قطاع غزة كما استقبل رئيس السيسي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وأكد الرئيس السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الدعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فامي أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي ومن جانبه عرض السيد الرئيس الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلية بأعلى درجات المسئولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على تسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً وحتى اللحظة الراهنة التي تبذل فيها مصر جهوداً كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحق ندماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة معرباً عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة وقد تناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل سبات مواقفها البناء تجاه مختلف القضايا ومن هذا المنطلق تحرس مصر دوماً على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعماً ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948 تحرس مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى تنسيق إزاء المستجدات والتحديات وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة وذلك منذ 11 نوفمبر عام 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطينية وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلاً عن السلطة الفلسطينية وأن عليها جميعاً التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني عربياً وإقليمياً ودولياً سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشأن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيرة وإقامة دولة المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتين رئاستها للمجلس وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 23-34 بشأن الاستيطان دور مصر لا يوزيه دور سواء في النطاق العربية أو حتى الإقليمية والدولية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى سبعة ألاف شخص يعد في عداد المفقودين تحت الأنقاض اكدت تهيئة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسير الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 230 فلسطينياً على الأقل ما يرفع حصيلة الاعتقلات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 5730 معتقلاً وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك أن قوات الاحتلال شنت منذ مساي أمس عمليات اعتقال واسعة طالت 40 مواطناً على الأقل من الضفة بينهم أسرى سابقون التقى وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلانكين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا من المقرر أن يتوجه بلانكين بعد ذلك إلى إسرائيل حيث يقوم بلانكين بجولة بالمنطقة تشمل الضفة الغربية ومصر كان قد أكد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب مزيداً من انعدام الأمن والمعاناة إذا لم يتم بدل جهود سلام منصقة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه من واجب إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية جاءت تصريحات بيربوك خلال لقائها وزير الخارجية الفلسطينية الرياض المالكي في رمالة ويأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعدما لقيت مجندة إسرائيلية حتفها في أعمال عنف قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا قال إنه يجب تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة وأضف أشتيا خلال كلمة له إنه ينتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فوراً يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا يوم الخميس يرفع علم جنوب إفريقيا في قلب فلسطين تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية اليوم مثل كل يوم منذ عام 48 إسرائيل دولة إجرام اليوم مثل كل يوم نحن الضحية منذ عام 48 نحن نتألم أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإسرار أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية في قطع غزة وشهدت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا صدد بمجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتعتبر بوليفيا أولى دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها لدعوة جنوب إفريقيا ألتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بجنود جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية خلال اللقاء قال نتنياهو أنه سيفعل أي شيء لإعادة الأمن إلى الشمال والسماح للسكان بالعودة إلى ديارهم وأضاف نتنياهو أنه يفضل تأمين الحدود الشمالية بالطرق الديبلوماسية ودون حرب واسعة قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق جالانت أن إسرائيل بدأت التحول من القتال المكثف إلى العمليات الخاصة في قطاع غزة لفتا إلى أن الفصل التالي من الصراع سيستمر لفترة أطول وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أكد جالانت أن إسرائيل تقاتل محورا وليس عدوا واحدا مشددا على عدم التخلي عن الأهداف المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطراتها على غزة وتحرير المحتجزين المتبقين وأضف جالانت أن حجمه وشدة هجوم السابع من أكتوبر هزت بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن هذا وأغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مدخل الكنسة وطالبوا بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة اتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية برئاسة بان يمين تنياهو بالفشل قامت الشرطة الإسرائيلية بفضل احتجاجات بسبب غلق الطريق المؤدي للكنسة كما قامت عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين لفتح الشارع ومنع الإزدحامات المرورية على الطرق المؤدية للمكاتب الحكومية المختلفة أوردت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية أن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة روضانة التابعة لحزب الله وأفدت رويترز أن حزب الله فقد أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان مزوء بدء القصف عبر الحدود في أعقاب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 7 أكتوبر ترجمة نانسي قنقر أكد البابا فرانسيس أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة تسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين وشدد البابا على أن المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة في غزة يجب أن تحظى بكل الحماية وطلب البابا بوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان كما دعا زعماء العالم للسعي لتحقيق حل الدولتين مع وضع خاص للقدس أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين فيما بات 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائية تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوناروا لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث أوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب أعلنت توكالة أوناروا ارتفاع عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في غزة إلى 146 شخصا وأكد مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ما لزبته 85% من إجمالية سكان القطاع نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر وضف المكتب أن ما يقرب من 1.4 مليون نزح يعيشون في 155 منشأة تابعة لوكلة الأوناروا في جميع محافظات القطاع أكدت منظمة الصحة العالمية أنها طرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية أضفت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضر فيها لإلغاء مهمة توصيل الإمدادات الطبية والتي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة وذلك منذ 26 من شهر ديسمبر حذر منصق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية شانكاسي من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء ويعد مستشفى الأقصى أهم المستشفيات التي ما زالت تعمل في المنطقة الوسطى من غزة يعيش المرضى من سكن قطع غزة واقعا صحيا صعبا فرضه عضوان الاحتلال الإسرائيلية ومع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونفاذ الوقود والأدوية يواجه المرضى صعوبات في إجراء العمليات الجراحية تحت وابل الرصاص وقصف الاحتلال غير المنقطع يعاني المرضى في قطاع غزة الأمرين فهم لا يكادون يصلون إلى مأمن نزوحا لأحد المستشفيات حتى ينهال القصف عليهم وإن نجوا ووصلوا فلا دواء لهم أو لأبنائهم من الصغار واقع صحي متدهور يعانيه القطاع الذي تهدمت بنيته التحتية بشكل شبه كلي خاصة المرافق الصحية مجمع الشفاء الطبية أحد أهم هذه المرافق وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة إذ يواجه أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية وتدفق الجرحى والنازحين ووصل قصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي الاحتياجات تتركز أولا على إعادة إصلاح كل ما يتعلق بالأنظمة التي تضررت أنا أتحدث كل البنية التحتية تم تدميرها أشهر كاملة يقضونها المرضى منتظرين إجراء عمليات جراحية فيبقى واقع المرضى الفلسطينيين أشد قصوى بين ألم المرض وألم فقد ابن أو أب أو أم أنا إلى الشهر قاعد هنا بسنى عملية البلاتين بسنى يشغلوا العمليات ويشغلوا قسم العمليات في الشفاء وإيدي تقريبا قربت تخربوا بعاني وكلها مسكنات في مسكنات اللي بأخذها نظام القدمات في مستشفى الشفاء انهار بعد أن حاصرته القوات الإسرائيلية في منتصف نوفمبر الماضي واستأنف المستشفى تدريجيا بعض الخدمات الطبية الأساسية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية ومع ذلك ومع تدمير البنية التحتية واستمرار النقص الحاد في الموارد الطبيعية فإن مستشفى الشفاء غير قادر على التعامل مع العدد الكبير من الجرحة وأكثر من 15 ألف نازح نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين فيلادلفيا وأكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية من الصحة هذا ويواصل معبر رفاح البري فتح أبوابها أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حيث تم اليوم إدخال 120 شاحنة مساعدات إلى أهالي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالة أونروا وأوضح المصدر أن أربع شاحنات تحمل كمية من السولار و 116 شاحنة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه هذا ويواصل موطر العريش استقبال المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفاح البري وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية صف لي الوضع والمشهر لديك الآن بالتأكيد الجهود المصرية لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين خاصة هنا في محافظة شمال سيناء في مدينة العريش ومعبر رفاح لإصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر وأيضا تقدمها الدول المختلفة التي ترسل كل هذه المساعدات عبر مطار العريش اليوم نتحدث عن حركة داخل معبر رفاح في دخول الشاحنات سواء الشاحنات التي دخلت للتفتيش في منفذي كرم أبو سالم والعوجة نتحدث عن 115 شاحنة بالإضافة إلى عدد من الشاحنات أيضا نتحدث عن 98 شاحنة دخلوا بالفعل إلى المنفذين للتفتيش بالإضافة إلى الشاحنات التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن أكثر من 120 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى استقبال الجرحة والمصابين داخل المعبر المعبر اليوم استقبل سبعة مصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم داخل المعبر ثم الانتقال بسيارات الإسعاف المتواجدة إلى المستشفيات التي يتم تحديدها بناء على نوعية الإصابات لدى هؤلاء المصابين الذين أتوا من قطاع جزة إما أن يذهبوا إلى مستشفيات شمال سيناء أو مستشفيات مدن القناة أو القاهرة هذا بالإضافة بالطبع إلى استقبال رعاية الدول الأجنبية والوافدين أيضا ومزدوج الجنسية بوجود ممثل السفارات المختلفة لاستلام واستقبال رعاياهم بالإضافة إلى مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة اليوم تحديدا مطار العريش استقبل طائرتين الطائرة الأولى الطائرة بولندية بخلاف الطائرة التي وصلت بالأمس على مثلها نتحدث عن 29 طن من المستلزمات الطبية والمواد الجذائية مقدمة من الصليب الأحمر الألماني بالإضافة إلى طائرة أردنية على متنها 15 طن من المواد الجذائية والمستلزمات أيضا وبعض المواد الجذائية للأطفال متعلقة بالألبان وغيرها فأيضا نظرا لحاجة قطاع غزة خاصة من الأطفال لبعض المواد الجذائية وبعض المستلزمات الخاصة بهم إلى هذا أيضا الزيارات التي لازالت تتوافد على مدينة العريش ومن خلال مطار العريش أيضا سيكون هناك زيارة غدا لوزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بالسفير سامح شكري في القاهرة ستأتي إلى مدينة العريش ثم التوجه إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية المختلفة وبالتأكيد مطار العريش يستقبل عدد كبير من الزيارات وربما أيضا هناك زيارة مرتقبة للوزيرة الهولندية سيكرت كاغا التي تم تعينها من قبل الأمم المتحدة كمنصقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في جزة الكل يترقب هذه الزيارة خاصة أنها اليوم تبدأ عملها كمنصقة وأيضا المهمة الأولى لها هي وجود آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بتسريع وطيرة دخول الشاحنات لقطاع جزة فبالتأكيد جهود مصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح شكرا لك محمود جميل لمراسل التلفزيون المصرية ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها الخارجية السودانية تدين محاولات إعادة تسويق قيادة الدعم السريع بعد زيارة دقلو لدول إفريقية أدانة الخارجية السودانية إطلاق قوات الدعم السريع حملة دعائية وصفتها بالكاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادتها من خلال زيارة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعدد من الدول الإفريقية وأكدت الخارجية السودانية التزام الحكومة بتحقيق السلام على نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان وأوضحت أن قوات الدعم السريع لا تزال منهمك في ارتكاب ما وصفته بفضائع التطهير العرقي أشهد رئيس السومالية حسن شيخ محمود بموقف مواطني بلاده للدفاع عن السومال ودعاهم إلى التوحد للدفاع عن سيادة البلاد فيما دعا الشعب الإسيوبي إلى عدم الانخداع بالجهود التي تبزلها الحكومة الإسيوبية وثمن الرئيس السومالي مشاعر مواطني البلاد تجه انتهاك إسيوبيا ورفضهم لأطماعها مؤكدا أن ذلك يعكس وحدة الشعب السومالي في كافة أرجاء البلاد طلقت تهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن اقتراب مركبين صغيرين من سفينة تجارية على بعد حوالي خمسين ميلا بحريا جنوب شرق ميناء المخلية اليمنية وضفت الهيئة أنه لم يتم رؤية أسلحة وتم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود أنهت تدريبات إطلاق النار التي أجرتها خلال مهام دورية في البحر الأسود أوضحت الوزارة أن أطقما من سفن الدوريات الروسية أجرت تدريبات على كيفية التعامل عند اكتشاف طائرة بدون طيار معادية في المرحلة الأولى من التدريبات أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية الإبلاغ عن 35 اشتباك قتاليا مع القوات الروسية على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة ذكرت الهيئة أن الجيش الروسي شن 11 هجوما نصاروخيا وتسعة وستين غارة جوية فضلا عن 53 هجوما من خلال أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحة نتيجة للهجمات الروسية أهلا بكم من جديد قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة لشيخ محمد صباح السالم الصباح على صدور الأمر الأميرية بتعيينه رئيسا لوزراء الكويت وفي اتصال هتفي أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لشيخ محمد صباح السالم الصباح بالتوفيق في مهامه لتحقيق الخير والسلام والرخاء لشعب الكويت الشقيقة مؤكدا استمرار التنصيق الوثيق بينهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية من جانبه أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عمق العلاقات التي تربط مصر والكويت وما بين الشعبين من روابط تاريخية وهو ما سيعمل على دعمه بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات وكذا مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لديوف مصر وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء لمصر على الخدمات في قطعي التعليم والصحة بالمساوات مع المصريين وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هداني القطاعاني اشتركوا في القناة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل خلال الاجتماع تم استعراض ما تم تلفيده من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية وأسهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية خلال العام الماضي بنحو 500 مليون دولار حيث تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض والتي يعتمد على استيرادها بشكل رئيسي والعمل على توطين ذلك وتلك المستحضرات وذلك من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس استعرضت اللجنة نتائج عمال المراجعة فيما يختص بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها وفقت على تقنين أوضاع 1780 كنيسة ومبنى تابعا ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعا تواصل الدولة جهودها من أجل مواصلة النهضة العقرية التي بدأتها منذ عام 2014 وذلك في إطار جهودها لإقامة دولة عصرية حديثة وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر فريدة من نوعها المزيد والعرض التالي والزميل رجاء رمزي أهلا بكم شهد العام 2023 استمرار الجهود من أجل مواصلة النهضة العقرية التي بدأتها الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أدى إلى أن تكون التجربة المصرية العمرانية محطة أنظار الخبراء في مختلف دول العالم قطاع الإسكان قطاع حرصت فيه الدولة على تكثيف العمل على مختلف المحاور في آن واحد مثل محاور الإسكان الاجتماعية المتميز والفاخر وكذلك طرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية واستمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين ومنها مبادرة بيت العائلة كما حرصت الدولة على إنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب وصرف الصحي ذلك استمراراً لتحقيق النهضة في المشروعات الجارية تنفيذها كذلك تنمية المدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة بالفعل على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري فقد زاد الإقبال وعلى الفرص الاستثمارية من خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 إذا ما قررناها بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة تجاوزت 42% كما تضاعف الإقبال للحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة بمساحة تصل إلى 3560 فدانة توفر 150 ألف فرصة عمل كذلك بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعاً في ثماني مدن جديدة بمساحة تصل إلى 15300 فدان توفر 310 ألاف فرصة عمل أما على صعيد المدن العمرانية الجديدة فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة تصل إلى 2.3 مليون فدان يقتنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة من المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلة المدن الجديدة التي تم بناؤها تضم مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 152 ألف فدان حيث يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه كل ذلك انعكس على رؤية المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي الذي أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر يعد الأكبر على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكانية التي تعاني منها فئة محدود الدخل بنسبة تصل إلى 60 في المئة كما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر تجربة فريدة من نوعها الأمر الذي حفز اختيارها لاستضافة المنتوذة الحضرية العالمي في دورته الثانية عشر في العام الفين واربعة وعشرين هكذا انتهى العام الفين ثلاثة وعشرين إلا أن العمل لإقامة دولة عصرية حديثة لم ينتهي من خلال تواصل الجهود لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العملاقة التي تسهم في مواجهة التحديات القائمة فضلا عن المساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية شكرا لكم في مؤتمر صحفية أقيمت احتفالية بمناسبة تنفيذ أول شاشة عرض خمسية الأبعاد في مصر بين صلطي السفر والوصول بممنى الركاب رقم اثنين بمطار القاهرة الدولية مزيد من التفاصيل وفتنا بها مراسلة التلفزيون المصري جارمين إبراهيم من خلال هذه الرسالة بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل داخل مطار القاهرة الدولية للاحتفال بتنفيذ وإطلاق أول شاشة خمسية الأبعاد من داخل مطار القاهرة الدولية والتي تم تنفيذها عن طريق واحدة من كبرى شركات الأعلان بمصر وهي شركة المصريين أو الدور والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني في مصر وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية والتي أيضا تم تنفيذ هذه الشاشة بالتعاون مع شركة الفخر الإماراتية التي تعتبر أول شاشة خمسية الأبعاد يتم تنفيذها في مصر بالتحديد تم تنفيذ هذه الشاشة بين صالتي الوصول والصفر لمبنى ركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي وتم اختيار هذه الصالة بالتحديد لأنها تستقبل عدد كبير من الرحلات الخارجية وبالتالي ستستطيع أن يتم الترويج للسياحة المصرية عن طريق عرض مواد فيلمية تروج للسياحة المصرية إلى جانب أيضا المواد الإعلانية التي سيتم عرضها على هذه الشاشة أيضا تحدث عن تفاصيل أكتر لهذه الشاشة فهي تقدم حلولا إعلانية متكرة عن طريق تجربة بصرية مميزة تستطيع أن تؤثر في المشاهد لأنها طبعا خماسية الأبعاد وتجذب أيضا المشاهد بما يواكب الاتجاهات التكنولوجية العالمية ويأتي تنفيذ هذه الشاشة أيضا كبداية فمن المقرر أن يتم التوسع في تنفيذ عدد من الشاشات الأخرى سواء داخل مطار القاهرة الدولي أو أيضا في خارج المطار القاهرة الدولي في إطار الخطة التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير السوق الإعلاني وأيضا في إطار الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير مطار القاهرة الدولي لنافس المطارات العالمية وأيضا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء خدمات تتم في الصفر أو أيضا خدمات إعلانية تقدم لهم بالإضافة لتزويد المطار بأحدث التقنيات التكنولوجية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تنطلق فعالية الدورة الجديدة في الـ 24 من يناير الحالية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتحل أن رويج ضيف شر في تلك الدورة ويفتح المعرض وأبوابه للجمهور ثاني يوم افتتاحه الرسمية حيث يستقبل بمهوره صباح يوم الخامس والعشرين من يناير الفين أربع وعشرين بتذكرة تبلغ قيمتها خمسة جنيهات وذلك لتشجيع القراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض خلال فعالياته واقتناء الكتب الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع محمد عبدالله ليكا محمد شكرا دينا وشكرا أدا إلى أغبال اتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم استعرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في العدد الجديد من مجلاته الدورية أفاق اقتصادية ومعصرة استعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة تضمن العدد الإشارة إلى أن إقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وضحقيقة تنمية المستدامة كما تمت الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لتلقى المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال في أسواق المال أنهت البورصة المنصرية التعاملات على تباين بختام التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بينما ارتفع مؤشر اي جي اكس سبعين و اي جي اكس مئة وسط دولات بلغت ثلاثة مليارات جنيه وربح رأس المال السوقي خمسة مليارات جنيه يغلق عند مستوى سبعمائة وواحد وخمسين طريليون جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس سلاتين بنسبة اثنين من عشر من المئة بالمئة ليبلغ مستوى خمسة وعشرين الفا وثلاثمائة واربع واربعين نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط اي جي اكس 70 بنسبة 1.52% ليبلغ مستوى 5764 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوية الأوزان بنسبة 1.21% ليبلغ مستوى 8250 نقطة قال وزير الاقتصاد الفرنسي بورنو لومير إن الخطرة الاقتصادية الأول في العالم هو جو سياسي وحضر لومير من أن الصراع في الشرق الأوسط وتزايد انعدام الأمن في الممر الملحي في البحر الأخمر ووقوع حادث في مغضيق تايوان من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له تأثير دائم على التجارة العالمية في ألمانيا ظهرت بياناتهم من مكتب الإحصال التحدي ارتفاع الصدرات الألمانية بما تجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر وذلك مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي وأكد المكتب أن الصدرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقرنة بالشهر السابق بينما ارتفعت الصدرات إلى دول خارج التكتل 1.8% وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو في نوفمبر مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق أغلق مزارعون طرقا سريعة في أجزاء من ألمانيا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو في ميزانية 2024 وفي بعض المناطق استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة حيث يخططون الاحتجاج أمام بوابة بيرناندو برورغ في برلين فضلا عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات في جميع أنحاء الدولة نهاية أخبار اتصاد عود من جديد إلى أدى ودينا شكرا لك محمد وختم نشرة السادسة هذه التذكرة بأبرز ما جاء فيها الرئيس سيسي ونظيره الفلسطيني طالبان المجتمع الدولي بالعمل على تسوية القضية الفلسطينية ويجددان رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي توصلوا لليوم الرابع وتسعين في أنحاء قطع غزة وبلينكين يوصلوا جولته بالمنطقة لمنع التسعي رقعة الصراع بوليفيا تعلن تأييدها للدعوة المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومتظاهرون يغلقون مدخل الكنسة للمطالبة بانتخابات إسرائيلية مبكرة مشاهدين وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة